بسم الله الرحمن الرحيم هذا مثال ثاني على التكرار أو اللوبس باستخدام جملة الوائل لوب جملة تكرار وائل لوب أو شي خلن نفذ المثال هذا حتى نفهم وشي يسوي بعد كذا نشوف بالتفصيل كيف تتم عملية كيف تتم اللوب اللي في المثال هذا طيب خلن نفذ المثال المثال رح يطبع لي العداد من صفر إلى تسعة لو حطيت هنا مثلا مية المثال رح يطبع لي العداد من صفر وحتى تسعة وتسعين مضبوط إذن واضح أنه يطبع لي العداد من صفر وحتى العدد اللي قبل العدد اللي تكتبه هنا مثلا مية أو تسعة وتسعين أو أي كان العدد طيب السؤال كيف هذا البرنامج يعمل خلنشوف كيف البرنامج هذا يعمل ونشرح طريقة عمل البرنامج هذا البرنامج هذا شبيه جداً ببرنامج السابق أولاً يبدأ بتعريف counter ويضع له قيمة صفر خلنحط هنا عندنا memory زيناً هذه الميموري وهذا مكان الoutput عندنا هنا هذا مكان الoutput أول شي عندنا counter وهذا هو counter أو العداد counter نضع فيه القيمة صفر لاحظ إذا تذكر المرة الماضية بدينا من واحد هنا بدينا من صفر وهنا هذا شي مهم جداً في العداد غالباً في البرمجة في لغة جافة أو في كثير من اللغات الأخرى دائماً يبدأ العدد من صفر وليس من واحد وهذا في بداية البرمجة يلا أخبطك شوي زيناً فأنتبه للنقطة هذه زيناً إذاً يبدأ العدد من صفر وليس من واحد الآن نبغح أن نطبع العداد من صفر إلى تسعة زيناً هذا هو المطلوب في البرنامج فصار العداد بصفر هنا نجي الجملة الوائل طالما العداد أصغر من عشرة نفذ لي اللي جوه الجملة مضبوط إذاً هذا هو الشرط اللي يحرس شرط الوائل هو الشرط اللي يحرس لي الجزء اللي جوه الوائل هذا مضبوط طالما الشرط هذا متحقق نفذ لي اللي جوه الوائل متى ما انتفى الشرط هذا اطلع بره الوائل هنا للمكان اللي بعد الوائل هذا هذا هو بالضبط اللي يصير طيب إذن الآن ينتقل الكمبيوتر لتنفيذ السطر هذا السطر هذا يقول لك هل الكاونتر أصغر من العشرة نعم الكاونتر أصغر من العشرة يجي هنا يقول لك السطر هذا يقول لك اطبع لي الكاونتر زائدا عفوا هذا في فاصلة هنا المفروض ما في فاصلة فأفرض أنه هذه space فقط خلنا نشيل الفاصلة هذه مضبوط لأن برنامجنا كان بدون فاصلة فيقول لك اطبع لي الكاونتر زائدا فراغ مضبوط هذا برنامجنا كاونتر زائدا فراغ space فإذن رح يجي الكمبيوتر هنا ويطبع لي قيمة الكاونتر اللي هي صفر ثم بعد كذا حط لي هنا فراغ وأنا رح أمثل الفراغ بسهم مثلث مقلوب مضبوط عشان يبين عندنا في الشاشة فطبع صفر بعد كذا ويطبع فراغ بعد كذا ينتقل الكمبيوتر للسطر اللي بعده يزيد الكاونتر بواحد فنجي هنا نشيل قيمة الكاونتر الجديدة اللي هي صفر ونضع بدلا منها القيمة واحد إذا لاحظ هنا أن الكاونتر في بعض الأحيان لا نستخدمه فقط للعد وإنما أيضا نطبع الكاونتر قيمة الكاونتر نفسه يعني قد نستفيد من الكاونتر نفسه في تحقيق ما نريده في البرنامج ليس دائما يستخدم للعد فقط المرة السابقة كان الكاونتر استخدم للعد فقط كنا نطبع النجمة لكن المرة هذه لا استخدمنا الكاونتر للعد وفي نفس الوقت طبعنا قيمته إذن زدنا الكاونتر بواحد أوتوماتيكيا بما أن وصلنا آخر اللوب أوتوماتيكيا نرجع لبداية اللوب هذا يسوي الكمبيوتر أوتوماتيكي فرجع الكمبيوتر بداية الوائل هل الكاونتر أصغر من العشرة؟ لا الكاونتر ليس أصغر من نعم عفوا نعم الكاونتر أصغر من العشرة مزيزين؟ إذن الشرط الوائل متحقق فننتقل لتنفيذ جملة الطباعة عندنا هنا ونطبع قيمة الكاونتر الحالية اللي هي واحد ونطبع بعدها مسافة مزيزين؟ ثم بعد كذا ننتقل الجملة التالية وهي زيادة الكاونتر بواحد فتصبح قيمة الكاونتر أثنين فنجي نضع القيمة هنا أثنين ونعود مرة ثانية تنفيذ من بداية اللوب وهكذا نستمر في الدوران متى نتوقف؟ نتوقف لما تكون قيمة الكاونتر تساوي العشرة زيين؟ طالما القيمة أصغر من العشرة فننزيد الكاونتر في القيمة الثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة كلها أصغر من العشرة زيين؟ إذن إلى التسعة ما عندنا مشكلة لما صارت قيمة الكاونتر عشرة توقفت اللوب خلنجرب الشيء هذا مضبوط وخلنفرض أننا وصلنا للتسعة الآن قيمة الكاونتر بتسعة زيين؟ هذه قيمة الكاونتر بتسعة الآن طبعا زدنا الكاونتر هنا صار تسعة نجي هنا طالما الكاونتر أصغر من العشرة نعمل الكاونتر أصغر من العشرة اطبع قيمة العدد طبعا راح يكون طابع لمجموعة أعداد في يجي هنا يطبع لي تسعة وبعدها فراء زيين؟ هنا يطبع لي الكاونتر اللي هي تسعة وبعدها فراء ثم بعد كده يزيد قيمة الكاونتر بواحد هنا فنجي هنا ونزيد قيمة الكاونتر بواحد أصبحت قيمة الكاونتر عشرة مضبوط فلما أصبحت قيمة الكاونتر عشرة الآن رجع مرة ثانية لبداية اللوب هل الكاونتر أصغر من العشرة؟ لا الآن انتفى شرط الوائل زيين؟ بما أنه انتفى شرط الوائل إذن مباشرة نأخذ الطريق اللي هذا طريق المرسوم باللون البنفسجي هنا ونخرج برا التكرار زيين؟ خرجنا برا التكرار عندما انتفى شرط الوائل أرجو أنك تكون فهمت الفكرة هذه في هنا عندي ملاحظة لما تجي تستخدم الكاونتر هنا استخدمنا الكاونتر مضبوط في مجموعة قواعد أحبيت بس يعني أنك تعرفها خلنشوف القواعد هذه لاستخدام الكاونتر لما تجي تستخدم الكاونتر حتى تضمن برنامج كي يكون إن شاء الله صحيح أولا لا بد أن نكتعطي الكاونتر قيمة ابتدائية لو نشوف البرنامج هنا عندنا عطينا الكاونتر قيمة ابتدائية اللي هي صفر إذن لا بد أنك تعطي الكاونتر قيمة ابتدائية هذا الشرط الأول الشرط الثاني لا بد أن الكاونتر يزيد أو ينقص في كل دورة من دورات الجملة التكرارية إذن جوا الوائل لا بد أن الكاونتر هذا يتزيد أو يتنقص مضبوط اختر واحدة من الثنتين هل أنت بتبدأ من الأعلى للأسفل ومن الأسفل الأعلى بتعد من مثلا الأصغر إلى الأكبر أو من الأكبر إلى الأصغر مضبوط فإذن لا بد أنك في كل دورة يكون عندك زيادة أو نقصان للكاونتر على حسب ما تريد وأخيرا يجب أنك تضع شرط للتكرار وتضمن أن الشرط هذا رح ينتفي بعد عدد محدد من عمليات التكرار وهذا هو فعلا هنا عندنا وضعنا شرط للتكرار ليو كاونتر أصغر من عشرة هذا هو شرط التكرار والشرط طبعا مبني على الكاونتر لاحظ هذا شيء مهم جدا الشرط مبني على قيمة الكاونتر اللي تتغير وزين والشرط هذا ضمنين حنا أنه رح ينتفي بعد عدد محدد من عمليات التكرار حنا شفنا أنه بداية من صفر كل مرة رح نزود بواحد فإذن أكيد لابد أنه رح نوصل العشرة مضبوط بهذه الطريقة نكون بهذه الطريقة هذه طريقة تستخدام العدات في اللوبس أنا ودي إذا كنت فهمت المثال هذا تجرب مثلا تطبع الأعداد من تسعة إلى صفر زين؟ وتطبع الأعداد من عشرة إلى واحد يعني بالعكس وليس ذا فأطبع الأعداد من تسعة إلى صفر هذا التمرين التمرين الثاني أطبع الأعداد من عشرة إلى واحد هذا التمرين الثاني التمرين الثالث اطبع الأعداد الزوجية من صفر إلى تسعة أو خلى من صفر إلى مية ما تفرق الكمبيوتر يعني هو اللي سويها لك فإذا من صفر إلى مية اطبع الأعداد الزوجية فقط وأطبع الأعداد الفردية من صفر أو بين صفر والمية إذن اطبع الأعداد الزوجية بين الصفر والمية وأطبع الأعداد الفردية بين الصفر والمية كلها هذه تعتمد على كاونتر تعتمد على كيفية أعمالك مع الكاونتر حل الأربع أمثلة هذه في الأكليبس أول شيء يطبق المثال هذا والمثال السابق اللي شفناهم تأكد أنك فهمتهم حل الأربع أمثلة هذه حتى تتعود على اللوب والتكرار وشوف إن شاء الله مستقبل المزيد من الأمثلة